دورة في علوم الحديث وهي إحدى دورات القسم العلمي بهيئة علماء المسلمين تم تنظيمها بمحورين الأول تعامل الأمة مع السنة النبوية عبر العصور والمحور الثاني طرق التثبت من الحديث وتوثيقه وحضر فيها الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام بالهيئة الفكرة الأساسية من هذا المحور الأول وهو يصب في قضية حجية السنة أنه ننظر كيف تعاملت الأمة مع السنة النبوية لأنه ربما كثير من الأدلة التي نستدل بها على حجية السنة يشكك بها البعض وبين الدكتور العاني كيف تعاملت الأمة مع السنة النبوية عبر العصور وأهمية السنة وحجيتها بما تناقله الصحابة بعد التحري والضبط والدقة وما اعتمدتها المذاهب الفقهية جميعا ولا خلاف بينهم في حجيتها دائما حينما يذكر حجية السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حجة غير حجة تقدم بمقدمات المقدمة الأولى نقول فيها كفكرة أولية أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى البشر إلى مخلوقاته يكلمهم يوصل إليهم ما يريد بثلاثة وسائل وحي الإلهام وما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إذن وحيا ويوحيا أصبع عندنا شيئين أو هل هي واحدة لا المقصود بوحيا الأولى اللي هي الإلهام أو يرسل رسولا اللي هو جبريل أو من وراء حجاب إذن أحد وسائل خطاب الله سبحانه وتعالى للبشر هو يرسل رسول اللي هو جبريل الحديث أصبح علوما وليس علما واحدا ونقله يستند إلى جملة من القوانين وهناك فرق بين الفقهاء بين عدم العمل بالحديث وبين عدم صحة الحديث لأن العمل لا يتعلق فقط بالصحة وإنما بدلالات الحديث